السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ فيديو اليوم بخصوص مدى التربية إسلامية للمسوأ أولى أيدادي أصلات أحكامها ومقاسدها أحكام السهو قطاء الفوائد أحكام المسابقة مدخل إتجابة على بركة الله النصوص المؤطرة للدرس عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فنم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على مسيقان ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إثماما لأربع كان سترغيما للشيطان رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سميتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها فوسيق النصوص والتعريف بها التعريف بأبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنال أنصار الخزرجي وهو مشهور بكنيته ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يترب بعشر سنين وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إتنة عشرة غزوة وكان من أفاضل الصحابة حفظ عن رسول صلى الله عليه وسلم سننا كثيرة وله في كتب الحديث ألف ومئة وسبعون حديثا وكان من جبال أنصار وعلمائهم وقد روى له جماعة من الصحابة والتابعين توفي سنة أربعة وسبعون لهشريا التعريب إمام مالك الإمام مالك هو أبو عبد الله مالك بن أنص بن مالك حافظ وفقيه ومحدث وأحد الأئمة الأربعة ولد سنة 93 هجرية 711 ميلادية أشهر مصنفته الموطأ توفي سنة 179 هجرية 795 ميلادية بالمدينة المنورة نشط الفهم وشرح المفردات شرح المفردات والعبارات فليطرح الشك فليلغي الشك ولا يلتفت إليه شفعنا له صلاته أي جبرت تلك السجدتين صلاته ترغيما للشيطان إغادة وإدلالا له مضامين النصوص الأساسية أولا إبرازه صلى الله عليه وسلم ما يجب على المصلي القيام به إذا شك في صلاته بالبناء على اليقين وسجود السجدتين قبل السلام ثانيا بيانه صلى الله عليه وسلم آداب إتيان الصلاة وبعض أحكام المسبوقة ثالثا بيان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتقضى الصلاة الفائتة كام السهو سجود السهو سجدة يؤديهما المصلي إما بعد أو قبل السلام لجبر ما يحصل في الصلاة من نقص أو زيادة أو شك وهو سنة مؤكدة سواء للإمام أو المأموم أو الفرد وهو نوعا السجود القبلي وهو سجدة يسجدهما المصلي قبل السلام إذا نسي سنة مؤكدة أو أكثر أو تذكر أثناء الصلاة أو شك في عدد رقعات الصلاة السجود البعدي وهو سجدة يسجدهما المصلي بعد السلام عند الزيادة في الصلاة سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها شريطة أن تكون هذه الزيادة خفيفة كزيادة السجدة مثلا أو ركعة أو زيادة شيء خارج عن الصلاة كالكلام أما إذا كانت الزيادة فاحشة سواء من جنس الصلاة أو غيرها فالصلاة معها باطلة أما إذا اجمعت الزيادة والنقطان في الصلاة فإننا نقدم النقصان على الزيادة فنقوم بسجود القبلي قضاء الفوائد شدد الإسلام على ضرورة آداء الصلاة في أوقاتها قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا وحدر من إخراجها عن وقتها لغير عدرين قال عز وجل فاويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وقضاء الفوائد هو الإتيان بالصلاة بعد خلوج وقتها فإذا أخرج المصلي الصلاة عن وقتها وجب عليه قداؤها بكيفيتها جهرية كانت أو سرية أو سفرية أو حضرية وعلى ترتيبها إذا كانت متعددة والمسلم المتهاون في آدائها في وقتها يجب عليه المسارع إلى التوبة من هذا الفعل أحكام المسبوق المسبوق هو المصل الذي يدخل في الصلاة مع الجماعة بعد أن رفع الإمام من ركوع الركع الأولى ومن أدرك الجماعة وهم ركوع فقد أدرك الركع ومن فاته الركوع فقد فاتته الركع المأموم غير المسبوق هو الذي يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع الأول ويحتسب له كل الركعات المأموم المسبوق هو الذي يجد الإمام قد سبقه بركعة فأكثر فإنه يسلي ما أدركه مع الإمام ثم يتم صلاته بعد أن يسلم الإمام وضع الإسلام أحكاما تتعلق بالمسبوق وبيّن كيفية إتمامه لصلاة كما يلي أولاً أجوب الدخول مع الإمام في أي حال كان عليها ثانياً أجوب الإسلام بالكيفية التي علمنا الشرع الإتمام الثلات وذلك بالقضاء في الأقوال والبناء في الأفعال أما القضاء في الأقوال فيعني أن نجعل ما أدركنا مع الإمام آخر صلاتنا فنقوم لنأتي بأولها وأما البناء في الأفعال فالمراد منه أن نجعل ما أدركنا مع الإمام أول صلاتنا فنقوم لنأتي بآخرها المأموم المعتبر فرداً هو الذي يدخل مع الإمام وقد رفع من الركوع الأخير وبعد السلام يقوم لآداء صلاته كاملة دون إعادة تكبيرة الإحرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك الكلب الله يعطيك الحبز سدي الشيخ الله يعطيك سخانة رقدك ترجمة نانسي قنقر